اقيم تحت رعاية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي مسال يوم في قاعدة عيسى الجوية حفل استقبال وتكريم لعدد من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية عادة الامل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقد اناب سموه اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي الاستقبال وتكريم مجموعة قوة الواجب الخاص وقام نائب قائد الحرس الملكي خلال الاستقبال بتسليم الاوسمة التقديرية التي منحها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه لعدد من ضباط وضباط صف وافراد قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين تقديرا لهم على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الاخوي الكبير في وقوفهم الى جانب الاشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين